مرحبا أعزائي طلابنا وسهلا بكم بدرس جديد من دروس صف الثالث المتوسط بعدنا بسلسلة فيديوهات كتاب الطالب كتاب النشاط وصلنا إلى لسن فور إلى الدرس الرابع من يونت فايف من الدرس من الوحدة الخامسة Where can I find it؟ أين بإمكاني أن أجده؟ رح نأخذ الأشياء المهمة بهذا اللسن رح ننتقل رأسا إلى كتاب النشاط لواش ننتقل إلى كتاب النشاط لنعدنا هناك كلمات مهمة مهمة رح نروح على ترجمتها وشلون يجيكم بالامتحان انتقلنا إلى كتاب النشاط كتاب النشاط مطينا 13 نقطة اللي من عندي أربطها هذا التمرين ممكن يجيكم matching يعني وصلوا يعتمد هذا التمرين على فهمكم للمعاني إذن هذا التمرين فكابولاري معاني هوم نيوز شنو معنات؟ ربطناها ويا عشرة نيوز فرام يور اون كونتري يعني معلومات من البلد مالتك انترنيشنال نيوز رح نربطها مع تسعة نيوز فرام ادر كونتري أخبار من بلدان أخرى ارتز رح نربطها معا نيوز اباوت ارتز أخبار عن الفان بلايز يعني المسرحيات باينتينج الرسم وآخره زيان سبورت رح نربطها ويا ايت نيوز اباوت فتبول تنس أخبار عن كرة القدم والتنس إلى آخره زيان بيزنز رح نربطها معا ستة نيوز اباوت كامبانيز أخبار عن الكامبانيز الشركات ماني المال فاشن رح نربطها معا فايف نيوز اباوت كلاوز ملاب أخبار عن الملابس وحنا انا مو كلاوذيز اوكي كلاوز ليجر هو الفراغ رح نربطها معا تلتعاش اشياء تسويها بوقت الفراغ هوم اند غاردين رح نربطها معا ثري معلومات عن الاثاث و الورد ادورتائزمنت لعلانات advertisement for jobs علانات عن العمل things for sale television programs this evening letters articles sent to the paper from readers مقالات أرسلت على ورق من قبل readers القارئين opinion the ideas of the editor about recent news item ideas أفكار من المحرر عن آخر الأخبار أو مواضيع الأخبار cartoons funny pictures هو صور شبيهة funny يعني ممتعة هذا مهم 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 نزيان انتقلنا إلى two التمرين الثالث هو التمرين spelling التمرين إملاء there are three spelling punctuation errors in each sentence underline and correct them أكو ثلاثة من spelling الإملاء أو التنقيط خطأ بخطأ حط خط جواهن وصححن oil price have been falling steadily for the last six months يعني أسعار النفط في تنازل بشكل ثابت لآخر ست أشهر انتبهوا oil price has been أوكي هنا أنا مفرد دخلت has وبعد ين بين وهنا الماث تنكتب هاي طريقة أنا رح أرتب وصحح فقط الخطأ هنا قواعدي وإملائيا خطأ صححت وهنا أنا أملاء خطأ زين there are many new and exciting shops in دي المنصور mall بالبداية هنا أنا there أوكي موت نكتب هاي الطريقة بهاي الطريقة نكتب وهنا exciting بهاي الطريقة هنان الخطأ اللي هنان نقطة هنان نقطة مو علامة استفهام لأن جملة اعتيادية أوكي مو استفهامية زين عدنا أول هنان ثانيا وهنان ثالثا لأن كل وحدة بها ثلاثة أوكي شوفوا هنان وحدة وهنان هنان ما كو هذا الاباسترو في ما كو أوكي هنان husband how many cars cars of reinforced or destroyed everyday انتبهولي هنان cars هالشكل تنكتب هنان الوف نفس هنان أنا غلطانة أوكي هنان قصد الوف أوكي مو if or destroyed everyday وهن وهنان علامة استفهام لأنه شنو الجملة استفهامية بادية بها وماني d my new favorite tv show is on today at six o'clock هنان new تنكتب به الشكل favorite تنكتب به الشكل و o'clock تنكتب به الشكل إذن هذا هو حال التمرين ننتقل إلى 73 73 من المهم تعرفون الفرق بين ذن الكلمات بطينا there معنى هناك there is one cut in the cage هناك قطة بالقفص there their son is very clever ابنهم هو جدا ذكي there هو صفاتها ملك their son is very clever ابنهم هو ذكي اوكي صفات تملك possessive adjective هنا new بمعنى جديد i have a new shirt عندي قميص جديد تبهولي new معنى جديد هنا new هو الماضي مال i know اوكي مال no يعرف i knew everything about him انا عرفت كل شي عنه اوكي هنانا صفة new shirt صفة وهنانا new معنى جديد one one hope is good for me اما الواحد هو جيد بالنسبة الي بمعنى واحد هنا one هو الماضي ما الwin i won in the race انا ربحت بالمنافسة او السباق هنا where يرتدي i where my new trainer ارتدي الحذاء الرياضي مالتي الجديد وهنانا where هي اعداد استفهام بمعنى اين تبهولي نفس اللفظ where are you from من اين انت hear hear me out يعني اسمعني اردى اقول للشخص اسمعني وهير بمعنى هنا i left my phone here انا عفت تلفوني هنا او تركت تلفوني هنا فاذا ذني الكلمات تحمل نفس اللفظ لكن المعنى ما لاتها مختلف وطدكم امثلة وممكن تختلف هاي الامثلة من مدرس الى مدرس ومن طالب الى طالب وصلنا الى four four مدرس تنقيط تنقيط مدرس 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 الضربات مدرس 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 شرح التنقيط رح تلقوها بأول أو ثاني متوسط انا شارحت ومتوسعة بشارح اذا هاي الاشياء المهمة بهذا اللسن الى هنا ينتهي درس اليوم شكرا لكم وانتظرونا في الدرس جديد